اشتركوا في القناة 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 اذا راح يكون كالتالي اذا كان الا اقل من البي فانا اناقص س اقل من بي ناقص س اذا هذه هي خاصية الطرح نشوف مع بعض الآن نظرية متباينة الزاوية الخارجية نحن نتعرفنا ان قياس الزاوية الخارجية للمثلث هي اكبر من قياس الزاويتين الداخلية البعيدة عنها مثال توضيحي هنا لدي الآن الزاوية واحد والزاوية واحد هي زاوية خارجية للمثلث ما هي الزاويتين البعيدة اذا الزاويتين البعيدة هم الزاوية ا والزاوية ب اذا نستطيع ان نقول ان مقياس الزاوية واحد اكبر من مقياس الزاوية ا وايضا مقياس الزاوية واحد اكبر من الزاوية البعيدة عنها وهي مقياس الزاوية ب نشوف مع بعض الآن مثال جديد استعمل نظرية الزاوية الخارجية لكتابة جميع الزوايا المرقمة التي تحقق الشرطة المعطى في كل مما يأتي قياساتها أقل من مقياس الزاوية السبعة نلاحظ الآن أن الزاوية السبعة هي زاوية خارجية للمثلث LKM إذن راح تكون الزاوية السبعة أكبر من الزاويتين البعيدة اللي هم الزاوية أربعة والزاوية خمسة إذن بناء على هذه النظرية راح نقول أن مقياس الزاوية السبعة أكبر من مقياس الزاوية أربعة وأيضا مقياس الزاوية السبعة أكبر من الزاوية البعيدة عنها الداخلية اللي هي الزاوية خمسة وأيضا نلاحظ أن الزاوية السبعة هي زاوية خارجية للمثلث LJK إذن الزاويتين البعيدة عنها راح تكون الزاوية واحد والزاوية JKL إذن مقياس الزاوية البعيدة راح تكون سبعة أكبر من JKL وأيضا مقياس الزاوية سبعة أكبر من مقياس الزاوية البعيدة الزاوية واحد ونلاحظ أيضا أن مقياس الزاوية JKL هو عبارة عن زاويتين ومجموعة الزاوية اثنين زائدا مجموعة الزاوية أربعة وبالتعويض يكون مقياس الزاوية سبعة أكبر من مقياس الزاوية اثنين وأيضا مقياس الزاوية أربعة إذن الزاوية سبعة أكبر من اثنين إذن جميع الزاوية التي قياساتها أقل من سبعة راح تكون كالتالي زاوية واحد واثنين والزاوية أربعة والزاوية خمسة نشوف مع بعض أيضا السؤال الجديد استعمل نظرية الزاوية الخارجية لكتابة جميع الزوايا المرقمة التي تحقق الشرط المعطى في كل مما يأتي قياساتها أكبر من مقياس الزاوية 6 نريد زوايا أكبر من مقياس الزاوية 6 لاحظ أن الزاوية 3 هي زاوية خارجية للمثلث KLM إذن بناء على هذه النظرية ستكون الزاوية 3 أكبر من مقياس الزاوية 6 وأيضا الزاوية 8 لو تلاحظ أنها زاوية خارجية للمثلث JKL إذن الزاوية 8 ستكون أكبر من مقياس الزاوية 6 إذن قياس الزاوية 3 والزاوية 8 برضو رح تكون أكبر من الزاوية 6 ترتيب زوايا المثلث وفقا لقياساتها نشوف مع بعض الآن العلاقات بين زوايا المثلث وأضلاعه نشوف مع بعض هنا أكبر زاوية رح تقابل أطول ظلع وأطول ظلع أيضا رح يقابل أكبر زاوية نلاحظ هنا أن أصغر زاوية رح تقابل أقصر ظلع والعكس أن أقصر ظلع يقابل أصغر زاوية لاحظ أن طول الظلع في المثلث يقابل أكبر زاوية إذن الأطول يقابل أكبر زاوية والعكس صحيح إذا كان أقصر ظلع فإنه يقابل أصغر زاوية متباينة ظلع وزاوية نشوف مع بعض هذا النص ويقول إذا كان إحدى أضلع مثلث أطول من ظلع آخر فإن قياس الزاوية المقابلة للظلع الأطول يكون أكبر من مقياس الزاوية المقابلة للظلع الأقصر نوضحها الآن زي ما احنا شايفين في هذا المثال المثال يقول أن XY أكبر من YZ إذن مقياس الزاوية Z أكبر من مقياس الزاوية X يعني الآن الزاوية Z تطلع على أطول ظلع الذي هو XY والزاوية X تطلع على الظلع YZ نلاحظ الآن أن YX بقياسة 9 و YZ قياسة 7 إذن أطول ظلع يقابل أكبر زاوية إذن مقياس الزاوية Z رح يكون أكبر من مقياس الزاوية X اكتب زوايا المثلث BQR مرتبة من الأصغر إلى الأكبر فهذا الآن الأطول BR هو الأقصر بعده يجي BQ وأخيرا QR إذن هذا هو ترتيب الأضلع من الأقصر إلى الأطول بعد كده نشوف الآن الزوايا المقابلة لهذه الأضلع الزوايا المقابلة للضلع BR هذا الضلع BR إذن المقابل له هو الزاوية Q المقابل للضلع BQ هي الزاوية R وأخيرا الزلع المقابل لQR هي الزاوية B إذن الآن على الترتيب الزوايا مرتبة من الأصغر إلى الأكبر رح تكون على النحو التالي الزاوية Q الزاوية R وأخيرا الزاوية B مثال جديد اكتب زوايا المثلث ABC مرتبة من الأكبر إلى الأصغر الآن رتب معها الأطول من الأطول إلى الأقصر أطول الزلع لديك هو الزلع CB لأن قياسه بسبعة ثاني الزلع لديك هو AB بأربعة فاصلة ثمانية وأخيرا الزلع AC بثلاثة فاصلة سبعة بكذا رتبنا الأضلع من أطول الزلع إلى أقصر الزلع الآن نمرتب مع بعض الزوايا من الأكبر إلى الأصغر شوف الزاوية الآن CB CB تطل على الزاوية A وأيضا لديك الزلع AB يطل على الزاوية C وأخيرا الزلع AC يطل على الزاوية B وهذا الترتيب رح يكون من الأكبر إلى الأصغر ترتيب أضلاع المثلث وفقا للأطوال متباينة زاوية وظلع إذا كان قياس إحدى زوايا مثلث أكبر من قياس زاوية أخرى فإن الزلع المقابل للزاوية الكبرى يكون أطول من الزلع المقابل للزاوية الصغرى نشوف مع بعض توضيح على هذا الكلام إذا كان عندي هنا عكس الكلام الأول مقياس الزاوية J أكبر من مقياس الزاوية K شوف الآن الزاوية J تطل على أي ظلع LK إذن LK رح يكون أكبر من JL شوف معايا هذا المثال أكتب أضلاع المثلث FGH مرتبة من الأقصر إلى الأطول في البداية لو نلاحظ لدي زاوية مجهولة وهي الزاوية F إذن يجب علي عشان أوجد الأطول لازم أوجد مقياس الزاوية F رح أوجدها وأقول أنا أعرف أنه جميع زوايا المثلة تساوي 180 درجة إذن الزاوية G زائد الزاوية F زائد الزاوية H تساوي 180 درجة وهذه نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث الآن بالتعويض مقياس الزاوية F زائد 45 زائد 56 يساوي 180 درجة إذن مقياس الزاوية F يساوي نجمع 45 زائد 56 ونطرحها من 180 ويطلع عندي مقياس الزاوية F ب79 الآن رتب معايا الزاوية من الأصغر إلى أكبر زاوية أصغر زاوية لدي هي الزاوية G وبعدها الزاوية H وأخيرا الزاوية F الآن نرتب الأضلاع من الأقصر إلى الأطول أقصر زاوية هي G إذن تطلع على الضلع F H وهو أقصر ضلع بعد كذا الزاوية H تطلع على الزاوية على الضلع F G وأخيرا الزاوية الكبرى هي الزاوية F تطلع على الزلع G H وبكذا رتبناها من الأقصر إلى الأطول العلاقات بين الزاوية والأضلاع أكتب زواية المثلث W X Y ورتب أضلاعه من الأصغر إلى الأكبر وأوجد قياس الزاوية X الآن في البداية عشان أرتب الأضلاع لازم أوجد مقياس الزاوية X أنا لدي زاويتين معلومة W و Y W ب 51 و Y ب 90 درجة إذن نقدر نقول الآن أن الزاوية W زائد الزاوية X يساوي 90 درجة وهذه الزاويتان الحادتان في أي مثلث قائم الزاوية تكون متتامة إذن بالتعويض مقياس الزاوية X زائد 51 يساوي 90 إذن مقياس الزاوية X يساوي 90 ناقص 51 وتطلع ب 39 درجة الآن نقدر نرتب الأضلاع من الأقصر إلى الأكبر أول شي رتب الزاوية أصغر زاوية لديك هي الزاوية X لأن قياسها 39 بعدها الزاوية W ب 51 وأخيرا الزاوية Y بتسعين الآن نبدأ بترتيب الأضلاع أقصر ظلع يقابل أقل زاوية وهي 39 إذن أقل ظلع هو W بعدها المقابل للزاوية W هيكون الظلع XY وأخيرا الظلع WX تقويم جديد أي القوائم التالية تمثل زوايا المثلث STU مرتبة من الأكبر إلى الأصغر البدء من اليسار الآن نبغى نرتب من الأكبر إلى الأصغر شوف معايا الآن أكبر أقصر الظلع عندي هنا الظلع SU وهو يقابل الزاوية T إذن أكبر زاوية لدي هوية T بعدها ST بعشرة ويقابل الزاوية U إذن ثاني زاوية لدي هي الزاوية U وأخيرا رح تكون الزاوية S إذن الترتيب رح يكون الزاوية T الزاوية U الزاوية S والإجابة الصحيحة رح تكون الإجابة A تقويب أي القوائب التالية تمثل أضلاع المثلث STU مرتبة من الأطول إلى الأقصر وأبدأ من اليسار شوف عندك الآن أكبر زاوية هي الزاوية 137 وتقابل الزلع SU إذن SU رح يكون الأطول بعده الزاوية قياسة 24 إذن بعده رح يكون الزلع TU وأخيرا الزلع من S إلى T إذن الإجابة الصحيحة رح تكون هي الإجابة B ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم تعلمنا نظرية متباينة الزاوية الخارجية وقلنا فيها أن قياسة الزاوية الخارجية للمثلث أكبر من قياسة الزاويتين الداخلية البعيدة عنها ثم تعلمنا متباينة الزلع وزاوية وقلنا فيها إذا كان إحدى أضلاع مثلث أطول من ظلع آخر فإن قياسة الزاوية المقابلة للضلع الأطول يكون أكبر من قياسة الزاوية المقابلة للضلع الأقصر وأخيرا أخذنا العكس متباينة الزاوية وظلع وقلنا فيها إذا كان قياس إحدى زوايا مثلث أكبر من قياسة الزاوية أخرى فإن الزلع المقابل للزاوية الكبرى يكون أطول من الزلع المقابل للزاوية الصغرى وبكذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته